اشتركوا في القناة اما الجزء الاخير ده كله عبارة عن سطر راحت بس وده الاختلاف اللي فيه وده اللي عجبني وقلتها طبقوا معيكم النهاردة عشان كده الجزء اللي في الاخر ده عبارة عن سطر راحت بس بنشتغل ورايح جاي بالطريقة اللي حتشوفيها في الفيديو وان شاء الله مع الشرح يبقى واضح لك بازن الله انا هنا اشتغلت بخيط ستوبكات الخيط ده فتليته تعتبر سميكة بالنسبة للخيوط القط وحلو جدا في شغل المفارش من النوع ده قصطرات الكوبات آآ قصطرات الاطباق لانه هو حلو وماسك نفسه كمان وكمان رخيص جدا يعني ان شاء الله دي بعشرة جنيه بس فهتبقى حلوة معيك جدا وموفرة كمان واشتغلته بابرة مقاس تلاتة ونص الألواني يلا بينا نبدأ مع بعض ان شاء الله في تنفيذ المفارش وقبل ما نبدأ لو لسه ما اشتركتيش في القناة ما تنسيش تشتركي في القناة وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد يلا نبدأ بإذن الله يبدأ بسم الله الرحمن الرحيم اول حاجة بتعملي عقدة البداية بالطريقة اللي انت متعود عليها وحتشتغلي خمستاشر سلسلة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسع عشر احدورش اتناشر تلاتة عشر اربعة عشر خمستاشر هده احنا اشتغلنا خمستاشر سلسلة ودول سلسل بداية اللي حنشتغل عليهم عمدة السطر الاول السطر الاول حترتفعي تلات سلسل اول سلسلة منهم بنعتبرها روزة حشو والسلسلتين التانيين دول فرق ما بين روزة الحشو والعمود اللي بعدها هتغضي لفة على الابرة وحتعدي من بعد التلات سلسل سلسلة اتنين تلاتة اللي هي الستة من سلسل البداية هتشتغلي جواها عمود بلفة هتدخلي كده وتسحبي اللفة هيبقى عندك تلات لفة على الابرة هتغضيهم على مرتين كل لفتين مع بعض ده كده طريقة العمودة بلفة هتشتغلي بعد كده سلسلتين وتغضي لفة على الابرة وبتسيبي سلسلة اتنين وجوه الثالثة بتشتغلي عمود بلفة والصدر كله هيمشي عندك بالطريقة دي هتشتغلي سلسلتين وتغضي لفة على الابرة وبتسيبي سلسلة اتنين وجوه الثالثة بتشتغلي عمود بلفة سلسلتين وبتغضي لفة على الابرة وبتسيبي سلسلة اتنين وجوه الثالثة بتشتغلي عمود بلفة وسلسلتين واخر السطر هتلاقي عندك فضلين تلات سلسل تسيبي اول واحدة وتانية وتدخلي على التالتة اللي هي الاخيرة بتقفلي السطر ببرزة حشو زي ما بدأناه بغرزة حشو اللي هي السلسل تمام فانشي كده عندك اول السطر ببرزة حشو واخر ببرزة حشو وعندك من العمود بلفة اربعة واحد اتنين تلاتة اربعة السطر التاني هنزود هنشتغل ازاي هتشتغلي ارتفاع سلسلتين اتنين ودول بنعتبره من نص عمود وبعدهم هتشتغلي سلسلة ودي هتبقى بين النص عمود والعمود اللي بعده يعني انت كده اشتغلتي دلات سلسل هتغل دي لفع الابرة وهتلف الشغلة بالطريقة دي عشان في السطر جيد خشي على التاني سلسلة مستجيع تمام? وهتشتغلي هنا على غرزة الحشو وعمود بلفة فاحنا كده بنزود في اعتبر اشتغلنا على غرزة الحشو نص عمود سلسلة عمود بلفة كده احنا بنزود وهنزود برضا على اخر السطر. هتشتغلي سلسلتين. وهترجي لفة على الابرة. وهتروحي على العمود. تشتغلي عليه عمود بلفة. السطر حيمشي معيكي عبارة عن سلسلتين. هيعدهم فوق السلسلتين. وعمود على العمود. هتشتغلي بعد كده سلسلتين. يعدهم فوق السلسلتين. وعمود على العمود. وسلسلتين. وعمود على العمود. وسلسلتين. وعمود على العمود. ده بيديكي شكل الشبكة كده. تمام? هتشتغلي بعد كده اخر السطر سلسلتين. وزي ما اشتغلت في اول السطر نص عمود سلسلة عمود. اخر السطر بتشتغلي عمود سلسلة نص عمود. فحتسيبي سلسلة اتنين. واحد تدخلي جوة التالتة. بتشتغلي عليها عمود سلسلة نص عمود. النص عمود بناخده التلات لفيت مع بعض كده. تمام? وده كده شكل السطر التاني معاكي. اول ونص عمود واخر ونص عمود. وعندك من العمودة بلفة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة. يعني زادوا معنا عمودين بلفة عن اللي تحت كانوا اربعة بس. تمام? هتشتغلي بعد كده في السطر التالت ارتفاع خمسة سلسل. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة. تلاتة منهم ارتفاع عمود واتنين الفرق بين العمود والعمود اللي بعد. هتغلجي لفة عن الابرة وهنا ما فيش زيادة بقى. هنشتغل على الاعمدة اعمدة. هتسيبي اللي اشتغلنا عليها الاجتفاع. وهتروح على اول عمود عندك. وهتشتغلي علي عمود بلفة. وسلسلتين. وهتروح على العمود وتشتغلي علي عمود بلفة. وهتقرري كده سلسلتين عمود بلفة. لحد العمود اللي قبل السلاسل. هتشتغلي علي عمود بلفة. واحدة كمل معيك. ده كده السطر التلت معيك. اخر السطر بعد ما اشتغلت على العمود عمود هتشتغلي سلسلتين وποιلصل على الاكت Перova هتسيبي سلسلة وهتدخلي على تاني سلسلة ً لها تعتبر كده كأننا دخلنا على نصف عمود ستشتغلي على乎 عمود بلف وهنا ده السطر التالت معينا بقى عبار عن يعتبر فكام أعمدة ما بين كل عمود وعمود سلสلتين باعتبر ان التلات سلاسل دول عمود. هتعدي كده اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية. تمانية من العمود ابو لفه. تمام? السطر الرابع وده كده هيعتبر نص الدائرة عندنا. فحنشتغل بنفس العدد ده. يعني هتشتغلي ارتفاع تلات سلاسل وبعدهم سبسلتين. وحترجي لفها الابرة وحتلف الشغل. وحتشتغلي على العمود عمود. تمام? يعني هتروح على العمودة والطولة هو وتشتغلي علي عمود. احنا هنا ما بتزودش خلوص. احنا كانت ازيادة في السطر التاني بس. هتشتغلي بقى سلسلتين. وحتروحي على كل عمود تشتغلي عمود وبعده سلسلتين لحد اخر عمود اللي هو قبل السلاسل. انا حاجة اكمل معكي بعد كده. اخر السطر الرابع بعد ما اشتغلتش على العمود عمود. هتشتغلي سلسلتين. واحترجي لفها الابرة وهتسيبي سلسلة اتنين وجوه التالتة اللي هي تالت سلسلة من السلاسل اللي ارتفاع اللي احنا بنعتبرها عمود هتشتغلي عليها عمود. يعني كده انا اعتبر اشتغلنا عمود على العمود. وده كده السطر الرابع معاكي وبقى عندك برضو تمانية من العمود سلسلتين. واحد اتنين تلية تربعة خمسة ستة سبعة تمانية. باعتبر طبعا ان التلات سلاسل دول عمود اللي هم اللي ارتفاعهم. هنا هنتجي النقص في السطر الخامس عشان الدايرة بقى ايه تحود معنا كده. هترتفع تلات سلاسل ودول بتاع طبعاهم عمود. وحتشتغلي بعدهم سلسلة واحدة بس. يعني اقللنا سلسلة عن السطر اللي تحت. وهتليك في الشغل وحتشتغلي على العمود او العمود يقابلك بقى اللي هو ايه? احنا هنا السلاسل اهي من عمود روحنا على اول عمود عندنا. هنشتغل عمود. وبعد كده هتشتغلي سلسلتين عمود لحد ما توصلي للعمود اللي قبل السلاسل حاجة اكمل معي. اخر السطر الخامس بعد ما اشتغلت سلسلتين وعلى العمود عمود. اخر السطر هتشتغلي سلسلة واحدة بس. زي ما هنا ارتفعنا تلات سلاسل واشتغلنا سلسلة. اخر السطر برضو هتشتغلي سلسلة. وهتسيبي سلسلة. اتنين. وهتدخلي على تالت سلسلة اللي هي تعتبر العمود. وهتشتغلي عليها عمود بلف. تمام? وده كده هشكل للسطر الخامس معاكي. وبدأت الدايرة تبقى معينا كده. تمام? السطر السادس هنبتجي النقص بغرزة الكلاستر. يعني هترجي اول عمودين مع بعض بغرزة كلاستر من عمودين. واخر برضو عمودين هنقضوهم مع بعض بغرزة كلاستر. فكده هيقل معينا عمودين عن السطر ايه الخامس. اول حاجة هترتفع سلسلتين اتنين بس. تمام? وهترجي لفها الابرة وهتلف الشرن. وهتدخلي على اول عمود تشتغلي عليه عمود بلف. فانت كده تعتبر اختصارتي العمودين دول في عمود واحد بس وفي السطر الجاية هيبقى روص عمود واحدة زي ما انت شايفة كده. هتشتغلي سلسلتين. وهترجي لفها الابرة وهتروحي على العمود تشتغلي عليه عمود. وهتدخلي تكرري سلسلتين وعلى العمود عمود. لحد ما تشتغلي على العمود ده. يعني مش هتشتغلي على العمود الاخير. تمام? مش هنشتغل على الجزء ده كده. بعد ما اشتغلت سلسلتين عمود كده وصلت لاخر السطر عندك العمود وعندك الاربع سلاسل الارتفاق. فانت هتشتغل سلسلتين. وهنا هنشتغل غرصة كلاستر من عمودين اللي هي عقود او حموصة. هناخد العمودين دول مع بعض. هتشتغلي على اول عمود. عمود بتغلي منه لفتين وتسيبي لفة. وتغلي لفة على الابدل وحتسيبي السلسلة اللي هي الفرق. وتدخلي على تالت سلسلة اللي احنا بنعتبارها عمود. تشتغلي عمود. تغضي منه لفتين وتسيبي لفة وبعدين بتغضي التلات لفات مع بعض. كده انت اشتغلتش غرصة كلاستر ومقصت وخليتيهم عمود واحد بس. تمام? وده كده شكل السطر عندك. تمام? احنا كده هنشتغل السطر السابع والسطر السابع ده اخر سطر عندنا في الجزء ده. هتشتغليه. ارتفاع سلسلتين اتنين بس. هتغضي لفة على الابدة. وهنا هتروحي على اول عمود تشتغلي عليه عمود. هتروحي كده على طول. احنا كده نعتبر بان ما اصبر. تمام? فكده اعترفي شكل الدايرة من الجنب ده ومن الجنب التاني برضو. هيبقى بنفس الشكل كده. هتشتغلي بعد كده سلسلتين. وهترجي لفة على الابدة. وعلى العمود هتشتغلي عمود. وسلسلتين. وهترجي لفة على الابدة. وعلى العمود هتشتغلي عمود. تمام? وسلسلتين. وعلى العمود هتشتغلي عمود. انت كده عندك غوص غوزة الكلاستر هي اللي هي بتعتبر عمود. فاحنا هنا هنقفل خلاص الجزء ده. هنشتغل سلسلتين. وعلى غوص غوزة الكلاستر هنشتغل منظركم. هنقفل بيها الجزء ده اللي هي هتبقى عندنا دائرة. تمام? ده كده الشكل عندك. وبقى عندنا زي ما انتش شايفة كده واحد اتنين تلاتة اربعة من الاعمدة زي ما كان عندك تحت اربعة من الاعمدة. احنا دلوقتي هنشتغل على السلاسل دي كلها هنلف عليها كده باعمدة عشان تديك الشكل الدائري وتزبط نحين. بس هتبقى بشكل معين. الجزء ده كده. تمام? اللي هو الجزء ده هنشتغل عليه تلاتة اعمدة. اما السلاسل اللي في الجزء اللي من جنب ده واللي من الجنب ده هنشتغل عليهم اربع اعمدة بالطريقة اللي هقول ليهي لك دلوقتي. تمام? فانت اول حاجة هتعمليها هتدخلي على السلاسل اللي هي الارتفاع دي كده. هتقفليها ومنزرقة. هتعملي منزرقة عشان نبقى جوه ونشتغل عليها مستغيع. احنا دلوقتي هنشتغل على سبعة من السلاسل دول اللي هي هığınıعتبرها وعاوحد اتنين ثلاثة اربعة وكده هنشتغل عليهم تلاتة اعمدة بس. واربعة وثلاثة من السلاسل من هنا هنشتغل عليهم اربع اعمدة. في الاول خلص هنشتغل هنا تلات اعمدة. هتشتغل هتدخلي تلات سلاسل كده. واعتبرهم عمود وهتدخل يتشتغلي عمودين ويحب اتنين تمام فاحنا كده اشتغلنا جوه السلاسل اللي هنا دي اشتغلنا تلات اعمدة احنا حنيجي في الاخر وحنكملهم من هنا كده برضو تلات اعمدة بس دلوقتي حنشتغل على على العمود ده وعلى التلات سلاسل دول وعلى دول اللي هما تلاتة دول حنشتغل على كل واحدة فيهم اربع اعمدة انت حتركز يبقى معي في الجزء ده عشان عدد الاعمدة ده اللي هيترتب عليه في السطر الجاي انه يطلع الشغل معيكي مصبوط احنا هنا اشتغلنا واحدة بس من التلات اعمدة هنا هنشتغل تلاتة من الاربع اعمدة هتدخل لي جوه اول فراغ عندك كده وهتشتغلي جوه عمود اتنين تلاتة اربع تمام عشان ما طولش عليك الفيديو هتشتغلي جوه الفراغ التاني والفراغ التالت اربع اعمدة يعني هيبقى عندك تلاتة من الاربع اعمدة بعد ما اشتغلت اتنين من الاربع اعمدة فبقى عندك تلاتة من الاربع اعمدة واحد اتنين تلاتة زي ما انت شايفها كده اربع اعمدة هنا هنشتغل على سبعة من الفراغات دول اللي هو السلاسل دي هنشتغل عليهم تلات اعمدة بس فانت حتدخلي جوه اول فراغ لي قابلك وهتشتغل عليه تلاتة اعمدة واحد اتنين تلاتة. وده اللي بيخلي الدايجة تبقى عندك دايجة. ان احنا بنشتغل هنا اربعة وبنشتغل هنا تلاتة. الفرار اللي هيقابلك اللي هو كان بداية الصدر هتاخدي بقى معيك الخيط ده كده تحت الشغل وهتشتغل عليه تلاتة اعمدة. واحد اتنين تلاتة. تمام? يبقى انت كده اشتغلت اتنين من التلاتة اعمدة. هتكمليهم سبعة. يعني هتشتغلي على الخمس فراغات اللي جاية. هتشتغلي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة. هتشتغلي كده خمسة كمان من التلاتة اعمدة دول. تمام? يعني هيبقى عندك سبعة من التلاتة اعمدة في كل فراغ تلاتة اعمدة. ده كده الشكل عندك. يبقى انت اشتغلت هنا واحد من التلاتة اعمدة وبعدين اشتغلت واحد اتنين تلاتة من الاربع اعمدة. وهنا اشتغلت سبعة من التلاتة اعمدة. جوة كل فراغ من دول اشتغلتي تلاتة اعمدة. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة. هنا هنشتغل على التلاتة دول. على الواحد اتنين تلاتة. على التلات فراغات دول. اربع اعمدة. فانتي هدخل بقى الابرة. اشتغل ايه? اربع اعمدة جوه الفراغات التلاتة دول. واحد اتنين تلاتة اربعة. تمام? يبقى احنا كده اشتغلنا واحد. هتشتغل الاربع اعمدة دول هتشتغلي في الفراغ ده اربع اعمدة والفراغ ده اربع اعمدة يعني في الفراغين دول زي ما انت شايفة كده احنا اشتغلنا واحد اتنين تلاتة تلاتة من الاربع اعمدة في كل فراغ اشتغلنا اربع اعمدة كده احنا فضل لنا واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة فضل لنا ست فراغات هنشتغل جوة كل فراغ منهم تلات اعمدة بالتلات اعمدة دول يبقوا كملوا معنا ان احنا اشتغلنا سبعة من التلات هتدخلي كده جوه الفراغ ده اللي هو اتفاع سلسلتين اتفاع عمود كان عمود اهو هتشتغلي عليه واحد اتنين تلاتة اعمدة بس تمام هتشتغلي بقى بعد كده جوه كل فراغ من الخمسة اللي فضلين تلاتة اعمدة بعد ما اشتغلتي على الفراغات وبقى عندك كده بعد الاربع اعمدة هو بقى عندك واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة ستة من تلات اعمدة وبالتلات اعمدة اللي في البداية كده بقى سعر تمام هتدخلي كده على تلات سلسلة وتقفليه في منصلكم وده كده الشكل عندك وزا ما انت شايفه كده عطونا شكل الدايلة عطونا شكل الدايلة عشان اشتغلنا من اول هنا كده لحد هنا تلاتة من الاعمدة تمام واشتغلنا هنا اه الاعمدة اللي هي اربعات واشتغلنا هنا تلاتية فاعطونا الحاردة بتاعت الشكل الدائج ده احنا دلوقتي فضلنا سطر واحد بس بس السطر ده مختلف شوية عن بقية السطور هو هنشتغلوه هنرتفع ونشتغل وبعد كده بنلف الشغل ونشتغل على ضهر وبعد كده بنرجع الشغل تاني تمام يعني هو السطر سهل وبسيط بس تعيز شوية التركيز فانت هتركزي معايا كده وان شاء الله هيتلاحلوه معاكي وهتلاقيه سهل جدا اول حاجة في الصدر هترتفع سلسلة تمام وحتدخولي على تالت سلسلة اللي هي تعتبر عمود هتشتغلي عليها غرزة حشو هتشتغلي بعد كده تمام سليسل واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمام تمام بعد ما اشتغلت التمنت سليسل هتشتغلي تلات سليسل ارتفع واحد اتنين تلاتة وهتغلي لفة الابر وحتسيب السلسلة الرابعة تمام وحتدخولي على الخمسة هنبدأ نشتغل تلاتة اعمدة على كل سلسلة عمود فانت هتدخولي كده على ربع سلسلة وتشتغلي عليها عمود بلفة على اللي جنبها عمود بلفة تاني على اللي بعدها عمود بلفة التالت تيب انت كده اتفعت تلات سليسل وسبتي سلسلة واشتغلت تلاتة اعمدة على كل سلسلة عمود. هتشتغلي بعد كده على السلسلة اللي بعدها نص عمود. يعني بتدخلي الابداء كده وتصحبين لفة بيبقى عندك تلات لفات بتغضي ايه التلات لفات مع بعض ده كده بمص عمود. على السلسلة اللي بعدها بتشتغلي غوزة حشو. تمام? يبقى انت كده اشتغلت ايه? اشتغلت ارتفاع تلات سلسل وصبتي سلسلة واشتغلت تلات اعمدة نصف عمود غوزة حشو على السلسل. كده فضلك سلسلتين. فانت هتشتغلي سلسلتين. وهتنزلي بقى ايه على السطور بتاعتنا. فهتسيبي اول عمود اللي هو بعد التلات سلسل وتشتغلي على اللي جنبه غوزة حشو. وعلى اللي بعدها غوزة حشو. فاحنا كده اشتغلنا غوزتين حشو جنبه بعض بالشكل اللي انت شايفه ده. هترتفع سلسلتين. واحد اتنين. وهنا بقى هنلف الشغل. هتغضي لفها على الابرة. وهتلف الشغل بالطريقة دي. وانت كنت شغالة غوزة حشو اولى وغوزة حشو تانية. فهتدخلي جوة الاولى اللي هي دلوقتي بقت عندنا التانية عشان في ضهر الشغل. هتشتغلي عليها عمود. تمام الكلام كده? يعني احنا دلوقتي اشتغلنا غوزتين حشو ارتفعنا سلسلتين. لفنا الشغل اهو. واشتغلنا على غوزة الحشو. اللي هي نقول بقى التانية في السطر هي. اشتغلنا عليها عمود. هتشتغلي بعد كده سلسلتين. وعلى غوزة الحشو. شان اعمل غوزة حشو نصف عمود والاعمدة هتشتغلي تلات اعمدة. اول عمود منهم على غوزة الحشو. وتاني عمود منهم على نصف عمود. وتالت عمود منهم هتشتغليه هتشتغليه على الاول عمود من التلاتة تمام? فده كده بقى الشكل عندكه. بقى عندك شصدر ماشي سلسلتين. عمود على غوزة الحشو التاني سلسلتين واشتغلنا على غوزة الحشو. عمود واشتغلنا على نصف عمود عمود واشتغلنا على الاول عمود من التلاتة عمود.부�قى عندينا اعمل. هنا هتكتفعي ثلاث سلاسل واحد اتنين تلاتة ودول هيبقى فوق العمود وحتقضي لفها الابرة وبنرجع نلف الشغل تاني. عشان كده قلت ليك احنا هنفضل نلف الشغل ونرجع. هتسيبي بقى العمود اللي اكتفعنا عليه السلاسل. السلاسل دي بتاع طبق عمود فوق العمود. وهتشتغلي على العمود كده. التاني هتشتغلي عليه عمود. تمام? وعلى العمود اللي بعده هتشتغلي عليه عمود. احنا كده بنقرر الجزء ده. هتشتغلي عندك هنا سلسلتين. هتشتغلي على اول سلسلة فيهم عمود. تمام? يبقى انت كده اشتغلت ارتفعتي ثلاث سلاسل واشتغلت ثلاث اعمدة زي ما عملنا هنا كده بالزبط. فاحنا كده هنشتغل نص عمود وبعدين هنشتغل غرزة حشو. هنشتغل النص عمود على تاني سلسلة. هتدخلي كده وتشتغلي عليها نص عمود. تمام? اما غرزة الحشو هتشتغليها على العمود اللي كنا شغالينه على ضهر الشغل ده. هتشتغلي عليها غرزة حشو. فده كده الشكل عندك وزا ما انت شايفة كده هو ده هو ده بالزبط. هنا هتشتغلي سلسلتين. وهتسيبي عمود. وعلى العمود اللي بعده هتبدأي تقرري. الجزء اللي انا هشتغله معيك دلوقتي ده هو بداية التكرر معيك. بتسيبي عمود. وتشتغلي على اللي بعده غرزة حشو. وعلى اللي بعده غرزة حشو تاني. وانتي كده اشتغلت غرزتين حشو. تمام? بعد كده بتشتغلي سلسلتين. وبتغضي لفة على الابرة وبتلفي الشغل. زي ما انت شايفة كده هو ده كده سطر واحد بس زي ما انت شايفة كده طويل شوي. يبقى احنا كده لفينا الشغل وعندنا غرزتين حشو. هتدخلي على تاني غرزة في ظهر الشغل. وهتشتغلي عليها عمود بلف. تمام? وهتشتغلي بعد كده سلسلتين. وهنشتغل تلات اعمدة. اول عمود فيهم على غرزة الحشو. وتاني عمود على النص عمود. وتالت عمود على ايه? على اول عمود من التلاتة اللي تحت. فكده احنا صيبين العمودين. الواحد اتنين. وصيبين التلات سلاسل ما بنشتغلوش عليهم. بترتفع تلات سلاسل. تمام? ده كده هو الشكل عندك. وبتلفي الشغل. وبتسيب اول عمود عندك. ما بتشتغليش عليه. ده كده احنا اشتغلنا اعتبر فوقيه تلات سلاسل باعتبرهم عمود. وهتشتغلي على تاني عمود عمود. وعلى التالت عمود. وعلى السلسلة بتشتغلي عمود. تمام? فبقى كده عندك ارتفع تلات سلاسل وتلات اعمدة. على السلسلة التانية بتشتغلي النص عمود. تمام? وعلى العمود بتشتغلي غرزة حشو. ده كده الجزء اللي احنا اشتغلناه مع بعض الوقت. اقول تلك ده اللي هيتكرر معي. هتشتغلي بعد كده سلسل دي. ده كده اخر تتكرر معيك. انا زي ما انت شايفه جزء اللي بيتكرر معينا هم السطرين دول. سطر بنشتغلو عدل وسطر بنشتغلو بنلف الشغل وبعدين نرجع نعدلو تاني. فهم السطرين اللي انا هشتغلوهم معيك دلوقتي دول سهلين خالص. سطر منهم عبارة عن هنشتغل على دول كده تلات اعمدة. وسطر عبارة عن ايه? عن ارتفاع تلات سلسل وتلات اعمدة. ونصف عمود وخفزة حشو وبعدين سلسلتين وحنيفة. وحشتغلو معيك دلوقتي مرة كمان وانتشركزي معي كده. ان شاء الله تلاقيه سهل. اول حاجة بعد ما اشتغلت السلسلتين بتسيبي عمود. وتشتغلي على اللي بعده وغرزة حشو. وعلى اللي بعده وغرزة حشو. يبقى احنا كده سبنا عمود واشتغلنا على العمودين دول وغرزتين حشو على كل عمود عمود. هنا بقى بتروحين ارتفاع سلسلتين. وارد لفة الابرة. ولفة الشغل. احنا كده بنشتغل على ظهر الشغلها. تمام? على ظهر الشغل بقى بنشتغل ايه? بتشتغلي عمود على تاني غرزة حشو حتى قبلك. من نجدها بقى هي الاولى ولا التانية هي تاني غرزة حشو. تمام? هتشتغلي عليها كده ايه? عمود. بعد ما بتشتغلي العمود يبقى انت كده اكتفعت سلسلتين واشتغلت عمود. هتشتغلي وارده سلسلتين. وحتردي لفة الابرة وهنا هنشتغل تلات اعمدة. واحدة فيهم على الحشو. واحد فيهم على نص عمود. واحد فيهم على العمود. هتدخلي كده على غرزة الحشو تشتغلي عليها عمود. وهتدخلي كده على نص عمود. تشتغلي علي عمود. وهترحي جاية دخل على اول عمود كان من التلاتة. تمام? هتشتغلي علي عمود. فاحنا كده ده اول سطر في الجروس ايه ده? هما سطرين بيفضل تكرروا ما هيكي. السطر ده كده نقول عليه هو الاول. اما التاني فبتعملي ايه بتكتفعي تلات سريسة. التلات سريسة دول بيبقوا فوق العمود. يعني لما بنجي اللف الشغل كده بنسيب العمود وبنشتغل على العمود الاول اللي هو تاني عمود. تمام? يعني نشتغل ع تاني عمود كده. هتشتغل عليه عمود. واحنا هنا هنشتغل تلات عمدة. اول عمود منهم على تاني عمود. وتاني عمود منهم على تالة عمود. وتالت عمود منهم على السلسلة. كده بقى عندك اجتفاع تلات سلاسل وعندك تلات اعمدة. اتنين منهم على العمودين. واحدة على ايه على السلسلة. واحدة على السلسلة. بنشتغل بعد كده نص عمود على السلسلة. وحشوة على العمود. يبقى الحشو بتشتغليها على العمود. تمام? ده كده الشكل عندك. وبعد كده بتعملي سلسلتين وبتروحي جاية بقى بتكررها بعد كده. بتكررها اللي هو ايه? اللي هو بتسيبي غرزة عمود وبتروحي على بعض وتشتغلي غرزتين حشو على كل عمود غرزة حشو. تمام? فانت هتبضل يتكرر الجوز السهل خالص ده معينا هون. فهم العمودين تقول لهم كده اللي انت دلوقتي هترتفع سلسلتين وتشتغلي وتلفي الشغل وتشتغلي عمود على تعتبر بقى لما تلفي هتبقى تاني غرزة حشوة عندك. تمام? وحتقرر بقى السطرين دول كده بكل سهولة ان شاء الله هتلاقيهم صهالين معيك. لحد ايه? لحد اخر السطر هجاقفله معيك. ده كده شكل المفرش عندك. بعد ما فضلت يتقرر في السطرين الرايح جاي دول. تمام? يعني هو يعتبر سطر واحد بس هم سطرين اللي بنكرره. ده كده شكله معيك وعطى شكل الدايرة زي ما انت شايف. اخر سطر انت اشتغلتي دلوقتي اشتغلتي اللي هو فيه ارتفاع الثلاث سلسل وبعدين ثلاث اعمدة على العمود. عمود وعلى العمود اللي بعده عمود. وعلى السلسلة عمود. وعلى ثاني سلسلة نص عمود. وعلى العمود اشتغلتي غرزة حشو. كده انت فضلك عمودين ويخلص معيك المفرش. فاحنا دلوقتي هنشتغل ازاي. ده كده اخر السطر عندك وركزي فيه عشان ده كده خلاص هيبقى اخر سطر. هتشتغليه سلسل دين. وهنا عندك فضل العمودين. هتسيب العمود وحتدخلي على اللي بعده تعملي غرزة حشو. ودي اول غرزة حشو. اما غرزة الحشو اللي كنا بدقين بها السطر هي دي تاني غرزة حشو عندنا. هتدخلي كده وتعملي عليها منصلك. كده انت قفلت السطر وبقى عندك غرزتين حشو جنب بعض. تمام? فاحنا هنا فضل لنا سطر. عندك السطر هنا ده هو السطر وهو هو نفس السطر اللي بدأنا به. تمام? فاحنا هنشتغل السطر اللي هو عباره عن تلات اعمدة آآ بالشكل ده. هو تاني سطر عندنا. فاحنا دلوقتي هنشتغل ازاي بقى السطر ده? هترتفعي سلسل دي. وهتغضي لفة على الابرة وهتلفي الشكل. تمام? وهتدخلي على تاني غرزة حشو اللي هي اخر غرزة حشو احنا لسه عاملنا دلوقتي. هتشتغلي عليها عمود. تمام? وبعد كده هتشتغلي سلسل دي. وهنا هتدخلي على الغرزة الحشو وتشتغلي عليها عمود. تمام? وهتدخلي على العمود اللي هي المص عمود تعملي عليه عمود. هنا بقى هتدخلي الابرة كده. كده اشتغلت عمودينهم. تمام? هتدخلي الابرة على السلسلة. تمام? اللي هي ايه? اللي هي كنا صيبين في الاول هنا ارتفاع اربع سلسل. قلنا السلسلة دي هنجل نقفل فيها في الايه. هتدخلي جوها كده. وهتسحبي اللفة. تمام? وهتوح جايشها غيرها تالت عمود. تمام? وكده انت كده خلص افلتها. افلتها شفتها زي الحرقة دي? عيدها معا كده. احنا دلوقتي اهو ده تاني عمود عندنا. تمام? واحنا هنا كنا بدقين السطر هنا بارتفاع اربع سلسل. فاحنا هنقفل في اول سلسلة سبنيها دي. هتدخلي كده بعد ما اشتغلت العمود. تمام? هتوحي دخلها على ربع سلسلة دي اللي احنا كنا صيبينها. وهتوحي جايه ايه? عملة من صليب وكده او مطلعوها يعني من ناحية تانية. وهتوحي شغال العمود اللي بعد. تمام? وهنا بقى هتشجي الخيط وهتقصيه. هتقبتيك وايس بابرة التقفيل. وكده خلص معنا. وده ظهر المفرش. وده كده خلص المفرش خلص معنا. وهتقفل ازا ما قلتلك. وكله ماشي معيك بالطريقة الحلوة دي. تمام? انا كده خلصت معيك فيديو المفرش. يارب يكون كان ساهل عليك. ان شاء الله نتقابل في فيديو جديد. ولحد ما نتقابل اسبكم فرعات الله. والسلام عليكم ورحمة الله. وبدأ كده.